الانجازات الاخيرة للجيش السوري وحلفائه عدلت المفاهيم التي كانت سائدة في اسرائيل عن قرب سقوط الرئيس بشار الاسد وهزيمة محور المقاومة حيث بدأ الحديث مؤخرا عن حتمية بقاء الاسد وانتقال زمام المبادرة في المنطقة الى محور المقاومة لا يجب تجاه الحقيقة ان هناك انجازات غير قليلة انتصارات لنصر الله وانتصارات لحزب الله داخل سوريا وهي انتصارات لا سابقة لها من ناحية قدرات المنظمة ويجب ان نعترف بحقيقة ان حزب الله ليس ميليشيا انه جيش بكل ما للكلمة من معنى وهو منظمة لديها الكثير من القوة والتجربة وهي موجودة الان في اقصى حد لقدراتها في سوريا بعض المعلقين في اسرائيل اعتبروا ان الرئيس الاسد خرج منتصرا من الحرب السورية كونه الحاكم الوحيد الذي صمد فيما سمي في العام 2011 بالربيع العربي بحسب تعبيرهم وعزوا ذلك الى وقوف كل من روسيا ايران وحزب الله الى جانبه هناك اجواء انتصار في النظام السوري كرسي الاسد الذي اهتز اصبح الان اقوى من اي وقت مضى فهو موجود لكي يبقى يمكن اليوم فهم ان الامر في سوريا ليس ربيعا سوريا انما حرب المنتصر فيها هو الاسد محللون في اسرائيل اعتبروا ان الرئيس الاسد صمد ايضا بفضل استغلاله السليم للأوراق ورباطة جيشه وقدرته على الصمود في وجه الضغوط الشديدة وفي منطقتنا بحسب تعبيرهم فان البقاء يعني الانتصار